الخامس عشر من مايو آيار عاما ثمانية واربعين فيه ثلاثة أحداث كبرى هي زوال اسم فلسطين عن الخارطة السياسية والجغرافية قيام دولة الكيان بدء الحرب العربية الصيونية الأولى ومنذ ذلك اليوم يتحرك الفلسطينيون من كل فئاتهم العمرية في أماكن وجودهم في الداخل المحتل وضفة وقطاع غزة وفي مناطق انتشارهم في العالم لأحياء ذكرى ما بات يعرف بنكبة فلسطين احتلوا قرابة 80% من أرض فلسطين هذه مجمل النكبة لذلك شرد الشعب الفلسطيني ثلثي الشعب الفلسطيني تم تشريده من أرضه وطرده ولم يطرد الشعب الفلسطيني أو لم يخرج الشعب الفلسطيني بمحض إرادته أنا أقول وأؤكد على ذلك الشعب الفلسطيني طرد وهجر قصرا تحت النار تحت النار من يبقى على هذه الأرض في هذه المنطقة سوف يموت من المؤكد أنه سوف يذبح على هذه الأرض فما شهدات العيان لتلك الأحداث إلا توثيقا لحق أهل الأرض بأرضهم وبطلان الدعاء أرض بلا شعب لشعب بلا أرض فالشعب يروي بالوثائق حقيقة ملكيتهم للأرض وكيان الاحتلال وعلى رغم من مرور واحد وسبعين عاما من المحاولات للتعايش بات يعرف أنه جسم غريب غرس نفسه عنوة في بيئة غريبة عليه في عام 1948 كانت بريطانيا قد دربت 120 ألف ألف صهيوني دربتهم تدريب إنجليزي وسلحتهم تسليح تشيكي بريطانيا الآن ماذا فعلت؟ اطمأنت أن الصهاني يستطيع أن يتغلبوا على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض وصاحب الحق فخرجت بريطانيا في 14 آيار من فلسطين وتركت الشعب الفلسطيني الأعزل الذي جردته من كل شيء من كل شيء جردته إلا الإيمان بقضيته وعدالة قضيته وملكيته لهذه الأرض وخرجت بريطانيا واندلعت الآن المواجهات بدأت العصابات الصهيونية تدخل على المدن والقرى الفلسطينية وتعمل عملية إبادة وتتعدد أشكال أحياء الذكرى للنكبة لكنها تلتقي في المضمون وهو الرفض المطلق للاحتلال وبضرورة التحرر منه ففي قطاع غزة يستعد بآلان إضراب شامل ومواجهة على الحدود الشرقية لقطاع الضفة الغربية تدعو للتواجد على نقاط التماسي مع الأراضي المحتلة عام 48 ورفع الأعلام واليافطات المنددة بالاحتلال الظالم أما في الشتات فينظم الفلسطينيون مسيرات ولقاءات إعلامية ترسل رسائل إلى المؤسسات والمنظمات الحقوقية والدولية تظلما وطلبا بإنهاء الاحتلال وعودتهم لأراضيهم التي يهجر منها قبل 71 عاما ترجمة نانسي قنقر